اخبار مغربية اخبار محلية اخبار عالمية بعد 14 يوما من البحث انتشار جثث غريق سد بين الويدان تمكنت عناصر الوقاية المدنية صباح اليوم الاربعاء من انتشار جثث غريق سد بين الويدان الذي لقي حتفه في مياه بحيرة بيلويدان قبل حوالي 14 يوما واضح مصدر من عائلة الهارك ان الجثة اقفت على سطح بحيرة بيلويدان ما استدعى تدخل عناصر الوقاية المدنية التي داومت على البحث عنها منذ حوالي اسبوعين وكانت رحلة استجمام قد تحولت الى فاجعة يوم الجمعة قبل الماضي في بيلويدان حين لقي الشاب حتفه بينما كان يستمتع بوقته من فوق قاربين بالبحيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر